قبل أن نغوص ونتطرق إلى ما جاء في مقترحات إذن بنجاما ستوغا أود أن نتحدث قليلاً عن مقالة الرئاسة الفرنسية أن ماكرون مستعد لاتخاذ إجراءات رمزية لكن لا يفكر في الاعتدار ما تعليقه؟ ولن أن ماكرون خيب ظن كل الملاحظين الذين ينهجون السلمية في العالم لأن ماكرون المترشح هناك تناقض أستاذ بين تصريحة ماكرون عندما كان في الحملة الانتقالية بارك الله فيك بين ماكرون المترشح وماكرون الرئيس ماكرون المترشح الذي شجب واستنكر وندد بالاستعمار في الجزائر ووصفه بأنه كان أعماله إجرامية وضد الإنسانية ولهذا لما تحول إلى الإليزي أصبح جزء من سياسة فرنسا التقليدية اتجاه الجزائر بصفة خاصة وهي سياسة الاستعلاء فرنسا مع كل أسف ما زالت إلى الآن لم تقتنع بأن الجزائر أصبح الدولة ذات سيادة وأنها دفعت أغلى ثمن دفعته الإنسانية من أجل استرجاع حريتها وسيادتها فما زالت تنظر إلينا نظرة التابع للمتبوع ونظرة السيد لمن يتبعه ففرنسا حينما أولا يقول ماكرون أن فرنسا لا تعتذر وكأنه يعتبر أن الجزائر ما زالت فرنسية فكيف لفرنسا أن تعتذر لجزء من أتباعها ونسي أن هذا الملف الذي هو ملف الذاكرة كل العالم يتفق على أن المقاومة الجزائرية والتضحيات الجزائرية تأتي في مقدمة شعوب العالم التي أعطت ثمنا غالي وباهظ من أجل الحرية وقدمت أكثر من عشر مليون شهيد خلال 132 سنة ولذلك عدم الاعتذار يزيد على فرنسا ملامة شعوب العالم وتنديد شعوب العالم بهذا التصريح ثانيا أنه يريد أن يقدم قضايا رمزية الذاكرة بالنسبة للشعب الجزائري هي عقيدة هي مبدأ هي وفاء ومت وعفوا لأنه لا فرق بين ميتران وبين كل رؤساء فرنسا من شاردوغول إلى هذا الأخير ماكرون كلهم بالنسبة للذاكرة والقضية الجزائرية هم شخص واحد هم بعقلية ما قبل 62 بعقلية الإمبراطورية الفرنسية السيدة ونسوا أن هذه الإمبراطورية سقطت جمهورياتها على يد الثورة الجزائرية فالجمهورية الخامسة التي تقابل اليوم في فرنسا هي سقطت الثورة الجزائرية الجمهورية الرابعة وقامت الجمهورية الخامسة من أجل إبقاء الجزائر الفرنسية من أجل أن تبقى الجزائر لارجيري فرنسيز ولذلك ثورة الجزائرية التي برهنت للعالم بأنها بأبنائها وبإمكانياتها الداخلية فرضت على العالم احترامها وافتكت سيادتها وأصبحت الثورة الآن هي مدرسة لكل شعوب العالم ففرنسا الآن هي بين خيارين إما أن تعود لعقلها ولرشدها ولفرنسا القرن الواحد وعشرين المتسامحة مع تاريخها ومع الشعوب الأخرى التي ظلمتها وإما أن تبقى فرنسا الظالمة والكاذبة على أبنائها لأن فرنسا صورت لأبنائها منذ تسعة وخمسين سنة بأنها فرنسا الثورة الإخاء والعدالة والمساواة وأنها فرنسا حقوق الإنسان التي قدمت للعالم مفاهيم الحقوق الإنسانية بينما هي في حقيقة الأمر فرنسا الإجرامية اللا إنسانية المبيدة للإنسانية لذلك الشعوب الأخرى وخاصة الشعب الجزائري طيب أستاذ نتحدث الآن عن أهم مجال في مقترحات بنجمان سطورة المقدمة لإيمانوان ماكرون هل ستكون ربما بداية لحل المشكلة من لف الداكرة بين الجزائر وفرنسا؟ أولا مقترحات المؤرخة سطورة لا تهمون لأنها مقترحات قدمت بطلب من الرئيس الفرنسي لمؤرخ فرنسي ولذلك فيه هذه المقترحات جاءت في شكل إصلاحات شكلية لهذه القضية ولا تختلف عن إصلاحات السابقة التي اعتادتها فرنسا سواء تلك التي كانت في 1919 أو تلك التي كانت في سنة 36 أو تلك التي كانت في سنة 47 أو تلك التي كانت في سنة 58 ففرنسا بالنسبة لها دائما بنفس العقلية السيادية الاستعمارية فحينما نقرأ الاثنين وعشرين من الاقتراحات التي قدمها أولا هذه الاقتراحات التي قدمها المؤرخ بن يمين سطورة هي مقترحات شكلية أولا لترضي اليمين الفرنسي ولا تغضبه وكذلك أيضا التي لا تجعل الرئيس الفرنسي في حالة حرج في اتجاه اليمين الفرنسي المسيطر على دواليب الفكر السياسي وجعلت فرنسا دائما أسيرة لأن فرنسا إلى يوم أن نتصريح الرئيس الفرنسي والاختراحات التي قدمها المؤرخ الفرنسي بن يمين سطورة يعني تؤكد وتجزم على أن فرنسا ما زالت أسيرة لعقلية فرنسا الاستعمارية ولم تتحرر بعد من هذه العقلية البالية التي تجاوزها التاريخ فحينما نقرأ الاثنين وعشرين اقتراح نجد أنها كلها في صالح فرنسا أولا ماذا يفيد الذاكرة الجزائرية حينما تقول نرسل إرساليات أو تبادل في البحث العلمي بين أن نمنح عشر تأشيرات لاحظي جيدا حتى في قضية البحث العلمي هناك التفوق الفرنسي دائما عشر تأشيرات سنويا للجزائريين مقابلها عدد من الطلاب لم يحدد هذا العدد قال عدد من الطلاب ثم أيضا بالنسبة يقول عشر تأشيرات للبحث في الذاكرة لكن الطلاب يجبوا هنا يستعمل كلمة يجبوا على الجزائر أن تفتح لهم كل ما هو مغلق في مجال الأرشيف وغيرها ما تحدثت عن نقطة كذلك أخرى أستاذ زيدي أعتذر على المقاطعة تسهيل تنقل الحركة وأبنائهم بين فرنسا وجلها هذا يعتبر تدخل في الشؤون الداخلية السيادية هذا يعتبر أولا استعمال الذاكرة لضرب السيادة الجزائرية هنا أنا أسأل الفرنسيين هل الفرنسيين تسامحوا مع حركة الخمسة وربعين مع حركة الحرب العالمية الثانية الماريشال بيتا بطل فردا عند الفرنسيين والذي كان اسمه يتردد في النشيد الوطني الفرنسي أصبح خائن في التاريخ الفرنسي ومات قابعا في السجن كخائن من الخوانة ثم أن كل الحركة الذين اندموا إلى يعني إلى بيتا وتسامحوا مع ألمانيا كل هؤلاء عذبوا عذابا شديدا لا إنسانيا ولا أخلاقيا بالنسبة لي في شكل التعذيب عكس الحركة في الجزائر الجزائر في 62 قالت للحركة اذهبوا فأنتم الطلقاء ولهذا نجد هل فرنسا تعاملت مع حركها مع حركها مثل ما تريدنا أن نتعامل نحن مع الذين خرجوا ضد الثورة الجزائرية وركبوا ركاب الاستعمار الفرنسي إذن هنا وكأن الوصاية وقضية الأمر الفوقي ما زالت تحلم به فرنسا ونسيت فرنسا هنا أريد أن أوجه كلام إلى فرنسا نسيت فرنسا أن الجزائر الجديدة جزائر ما بعد الحراك جزائر التواريخ الثلاث 22 فبراير و12 ديسمبر وأول نوفمبر هذه كلها تواريخ ذات دلالات على الذاكرة الوطنية وتمسك شباب الحراك لأن 22 فبراير جاءت في أسبوع الشهيد لأن الجزائر تحتفل في كل 18 فبراير باليوم الوطني للشهيد في أسبوع 22 فبراير جاءت في احتفاليات أسبوع الشهيد و12 ديسمبر جاءت في يوم ما قبل يوم 11 ديسمبر وهو اليوم ثورة الشعب ولذلك كان يوم 12 ديسمبر هو يوم قرار الشعب في إنشاء الجمهورية الجديدة التي نعيشها اليوم ويوم أول نوفمبر للدستور الجديد كأنه بيان أول نوفمبر بالنسبة لثورة فهذه التواريخ الثلاث التي أنجبها الحراك هي الجزائر الجديدة المتمسكة بالذاكرة والمتشبثة بسيادتها المنبعثة والمنبثقة من الذاكرة الوطنية فسلالة الشهداء وسلالة المجاهدين وسلالة الوطنيين المخلصين هي الشباب الذي يعيش اليوم على أرض الجزائر ولذلك سياسة الجديدة للجزائر هي التي جعلت الذاكرة في المقدمة نجد أنه لأول مرة أصبح للجمهورية الجزائرية يوم وطني للذاكرة أصبح للجمهورية الجزائرية مستشار لرئيس الجمهورية خاص بالذاكرة أصبح للجمهورية الجزائرية قناة خاصة بالذاكرة إذن هذا دليل كبير على أن الجزائر اليوم هي جزائر الذاكرة جزائر الجديدة هي الجزائر الوفية للذاكرة الوطنية ولهذا على فرنسا أن تعي هذا جيدا وأن هذا الكلام الذي يمسنا في شخص أولا أن هذا التقرير لا يهمنا هذا ننطلق من هذا لأنه تقرير أمر به رئيس فرنسي مؤرخ فرنسي بأن يقدم له ما تراه فرنسا بأن لا يغضب اليمين بأن لا يغضب اليمين ومحاولة ذر الرماد في أعين الجزائريين لكن الجزائريين أمام هذه القضايا لأن الشواهد عن الذاكرة وعن الجرم الجريمة الفرنسية ما زالت إلى يومنا هذا قائمة فمسألة الألغام ومسألة الإشعاع النووي التي ما زالت تحصد لكن الألغام تمكن الجيش الوطني الشعبي سنة 2017 من القضاء عليها نهائيا بإمكانياته دون أن تقدم فرنسا أدنى مساعدة رغم أن القوانين الدولية العالمية تشبرها على أنها لوثت بما يقتل الإنسانية على أن تقدم للدولة المستقلة الخرائط وتساعدها على قلع هذا وتنظيف ما تلوث من الإشعاع النووي طيب أستاذ نتحدث عن نقطة أخرى كذلك مقترع آخر جاء في مقترحات بن جميل استغاة اقترح وضع تمتال الأمير عبدالقادر يعني هل هي محاولة ربما كذلك لتشويه سمعته وترويش كذلك على أنه صديق لفرنسا؟ لا الأمير عبدالقادر لن يكون صديقا لفرنسا هذا التاريخ يقوله عبقرية الأمير عبدالقادر وإنسانية الأمير عبدالقادر وعالمية الأمير عبدالقادر لأن الأمير عبدالقادر كان كالغيث حيثما اتجه نفع الأمير عبدالقادر هو أول قائد مقاوم جزائري وأول من استعاد الدولة الجزائرية وبناها بوطنية جزائرية لأنهم أرادوا أن يتوددوا بقضية الاعتراف بالمحامي علي بو منجل وتسمية بعض الشوارع ببعض الشخصات الجزائرية وعلى رأسها الأمير عبدالقادر لأن الأمير عبدالقادر سبقتهم أمريكا في إعطائه ليس شارع وليس حي كما تدعي فرنسا أعطته مدينة كاملة الكادر لماذا أعطته؟ لأنه الشخصية الوحيدة في القرن التاسع عشر التي تعاملت بكل إنسانية ونشرت مبادئ القيم الإنسانية في العالم ولهذا الأمير عبدالقادر قاوم من أجل تحرير بلاده وقاوم من أجل الحقوق الإنسانية الأمير عبدالقادر هو شخصية عالمية وبالتالي إذا علقت صورته لا تنقس من قدره ولا تنقس من تاريخه كرجل مقاوم وكرمز لنا للجزائريين في نقودنا في بيوتنا الأمير عبدالقادر كانت صورته هي الصورة الرسمية في مقرات الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وكان هو منبع والدافع لدفع الحس الوطني هو وأنجاله لا ننسى دور حفيده الأمير خالد الذي لعبه كمؤسس للحركة الوطنية الجزائرية وكباعث للروح المقاوماتية للأجيال لجيل نوفمبر المجيد ولهذا نحن فرنسا إذا أرادت أن تذر الرماد على العيون هنا القضية الذاكرة هي قضية سياسية هي قضية تاريخية هي قضية عقائدية هي قضية اجتماعية هي قضية في حد ذاتها أم القضايا وبالتالي ما ذامت هي أم القضايا لا يفكها ولا يفك رموزها إلا الاعتذار لماذا تتغادى فرنسا عن الاعتراف مباشرة بجرائمها لماذا كل هذا التماطل أولا هذا التماطل أقول هذا التماطل يعود إلى شيئين أساسيين الشيء الأول أنها تخاف من ما يترتب عن الاعتراف لأن الاعتراف تترتب عليه قضايا سياسية وقضايا حقوق مدنية قضايا حقوق مدنية نعم نعم قضايا حقوق مدنية ومتابعة دولية لأنها ما أخذته من الجزائر من أموال في جوليا 1830 وما قامت به من تضمير للبنية التحتية والبشرية لإبادية يعني من أعمال شنيعة لم يقع مثلها إطلاقا في تاريخ الإنسانية ما علاها الشعب الجزائري عشره تعلمين سيدتي أن نفس العدد للسكان الجزائريين الذي كان في ألبه ظمن 130 هو نفسه الذي كان في ألبه 962 أين ذهبت سكان الجزائري أبادتهم آلت كذلك أيضا أن دليل الإجرام ما زال إلى يومنا هذا قائم داخل أصوار باريس وهي تلك الجماجم التي أخذت في القرن التاسع عشر إن قطع رؤوس الإنسان بشر قطع رأس البشر ونقله من مكان إلى آخر ألا يذل على أكبر إجرام تعيشه الإنسانية كيف يعيش الفرنسي اليوم أنا لم أتصور ذهنية هذا الإنسان الفرنسي الذي يرى جماجم موجودة قادمة من جهات بعيدة من مستعمرات وتقبع إلى اليوم في متحف الإنسان ومتحف الطبيعة في باريس ولا يتساءل ولا يتظاهر كذلك أيضا فرنسا حينما يسألها هذا الجيل هذا نهيك عن حكم العالم البشرية اتجاه فرنسا بعد الاعتراف يسألها الجيل الفرنسي أو جيلين ما بعد لمدة 58 59 سنة وهو يعيش في أكذوبة أن فرنسا رسالة حضارية ثم يحاسب البرلمان الفرنسي الذي سوت في سنة 2004 على تمجيد الاستعمار وأن الاستعمار فيما وراء البحار وخاصة في شمال إفريقيا كان لتحضير هذه الشعوب يسألها لماذا تكذب هذه الدولة أكذوبة وتصدقها وتروجها في الكتب الدراسية والكتب المدرسية والبرامج التربوية والأفلام التربوية على أنها كانت رسالة حضارية وهي أبادت أكثر من عشر هذا الشعب الجزائري ولهذا ستحاسب ستحاسب فرنسا لاحظة منها أمريكا اعتذرت وذهب رئيسها أوباما إلى اليابان وانحنى إيطاليا اعتذرت وذهب برليسكوني إلى ليبيا ألمانيا اعتذرت من اليهود ومن العالم على ما ارتكبته النازية في حق العالم فرنسا أجمع هؤلاء الثلاث القنابل النووية التي وسقطت قنبلتين في هيروشيما وناكازاكي في أوت خمسة وربعين فرنسا سبعة عشر قنبلة نووية سبعة عشر تفجير نووي بما يعادل أكثر من ميات قنبلة نووية هيروشيما وناكازاكي كذلك ما قامت به إيطاليا فرنسا قامت بألاف المرات ما قامت به إيطاليا ما قامت به النازية تجاه اليهود والعالم ما قامت به النازية الفرنسية في الجزائر لم تصل إليه النازية الإلمانية وبهذا بشهدت فرنسيين أنفسهم عن التعذيب يقولون أننا ما قمنا به في الجزائر الألمان بالنسبة لنا أصبحوا تلاميذ إذن كل شهادات العالم تجعل أن الاستعمار الفرنسي هو أبشع استعمار عاشته الإنسانية ولهذا لما يعطي هذا الرئيس اليوم ويعطي هذه الكلمات التي تهين فرنسا وتنقص من قيمة طيب أستاذ بقي لدينا تلت دقائق من هذا النقاش كسؤال أخير ما المطلوب من الجزائر لإجبار فرنسا على الاعتدار عن جرائمها أولا المطلوب من الجزائر هو الاستمرار سياسة الجديدة لأن أركان سياسة الجديدة تجاه الذاكرة الآن أصبحت موجودة ومركزة ورسمية في الزائر الآن على المجتمع المدني الجزائري وهو مجتمع ثوري كما قام في حراكه أن يأتي بحراك جديد هو حراك الذاكرة منظم في شكل ندوات في شكل ملتقيات في شكل موائد مستديرة على الحراك الإعلامي الوطني الجزائري لمن القناة النهار أن لا يسكت ولا أن يجعل قضية الذاكرة هي قضية مناسباتية بل يجب أن تكون قضية اليوم أو قضية يوميات المواطن الجزائري وهكذا نستطيع أن نأتي بأصدقائنا من العالم من الباحثين من المؤرخين من كل أعداء الاستعمار عبر العالم وتعود الجزائر كما كانت السبعينيات قبلة الأحرار وقلعة للثوار ومكة التي تجمع كل المؤمنين بمبدأ التحرير ومحاسبة الاستعمار هنا هنا نضغط عبر كل الهيئات الأممية وكل الهيئات الدولية وننصب محاكم لمحاكمة الاستعمار وستستفيد من هذا الإجراء كل شعوب الشمال إفريقيا شعوب المغرب العربي وشعوب أيضا الأخرى في العالم التي ما زالت لم تأخذ حقوقها كما كانت الثورة الجزائرية رائدة في تحرير الشعوب يجب على أبناء حراك 22 فبراير أن ينهضوا ليحرروا تاريخ العالم ويعيدوا حقوق العالم ومنها حقوق الجزائر بإذن الله وليس هذا على من ولدتهم الجزائر بعزيز صحيح شكرا تبقى دائما الجزائر شميخة بأولادها وبرجالها شكرا جزيلا لك أيضا أستاذ في تاريخ بجامعة الجزائر محمد لحسن زغيدي على حضرك معنا شكرا جزيلا لك